يا أهلاً وسهلاً يا فندم يا أهلاً وسهلاً من وراء القوتيل كله إحنا في عيد يا فندم والله في عيد مرسي بعد إذن حضرتك ممكن تاخدي رقم موبايلي؟ ليه؟ يعني عشان لو ما فيش تبسكاش بتحول هو لي رسيل شكلك رغاي قوي؟ ما هو من غلبي إنت يا ابني إنت يا ابني أنا مش عيلك فلاش دعوا بتسدتوا على إيه؟ ما قلت عشان جايبها لنا يا أنا تقطع عايشي؟ يلا خش في جنابك وعب يلا اتفضلي يا فندم اتفضلي يا أهلاً وسهلاً يا أهلاً أنا عايزة أقولك يا فندم امتجايا أحسن قوتيل في الغرداء أتماً إحنا القوتيل الوحيد اللي في الغرداء اللي بيقدم البريكفلس أربع مرات أو الله يا أهلاً مرسي هادهم زبوم مستر زودي نوارنا يا فندم هادهم إزا حليك في النوارانك؟ سمحت عايزة قوضة على البحر تمام يا فندم أحسن قوضة عندنا أستاذنا حليك يا فندم في حاجز مسبق؟ لا للاسف هادهم سوري يا مستر زودي أستاذي حليك بس فندم في قايدين؟ ناسف دي بدا ناسف والله حليك من ورانا يا فندم هادهم سوري يا مستر زودي حليك هتقوضي معنا كم ليلة؟ لسه مش عارف هادهم ما فالش حاجة دي يا مستر زودي الله لا يا شحيح صح؟ حليك لوحدك ولا ماكي حد؟ لوحد هادهم ايه معاها حد؟ أكيد معاها الشرط آآ لا لا هي مش شرط منها ورانا مرسي ليه كده يا ربي؟ ليه كل الستاتة اللي بتجيلنا بتبقى لوحدها؟ ليه؟ هو في حاجة آآ ما تاخدش في بالك اعتبريها يا ماتريكس هادهم خلصني ما حصل يا مستر زودي؟ ايه؟ مطي شوية ملكش دعا مستر زودي أم أموس إيدا ايه؟ مشيها في ورع فرس لو شابها مش حسينها والله العظيم ايه مشيها ازاي؟ يعني أمشيها ازاي؟ انت لو تعرفت زوئية هزوئية؟ لو سمحت أنا مستعجلة جدا تحت أمرك فان؟ أدهم أدهم يلا يلا حاضر فان أستاذ حاليك بس حانيلا بيانات دي هتملها في ايه؟ في الورقة؟ أنا فتكرتك هتملها في إزازة هههههله الوحيسين هنا ده نصت النظر أنا حامله عشان ما تدلدأش بالليلا ههههههههههه برافو يا أدم برافو أنا حملي بقى لو زيهة بعى كل الزبايب عليك بس خمس سؤال هل عندنا أي اضطربات نفسية يعني وساوس قهرية؟ أو كشري بلية؟ ايه أدهم فيه؟ ايه حاجة به حاجة دي يا فاندم؟ لا الحمد لله يا فاندم تبقى ان شاء الله مقضية من ورانا يا فاندم أستاذا بس حالك فندم فيه داون بيمنت ليلة واحدة أدهم خلاص يا فندم أنا حتفحها من معايا من جيبي برافو يا أدهم طيب على فترة القوتيل هنا أصلاً مفهوش أساساً قوة فضية على البحر القوتيل يلي جنبنا بقى؟ بل هي أدهم خلصني ده كلام بعد ذلك الزهدي لحظة واحدة تبقى الهالم عندنا نقول لها تروح القوتيل لجنبنا الله إيه رأيك؟ مش كده أمنابي يا فندم يا فندم لو ما فيش قوة فضية إحنا نحجز لك سويت مخصوص ميرسي ميرسي الحمد من عناية متر يا سلام أبريد يا فندم وبريتس كمان كومبليمو سعيد وصل هان يلا يلا نورانا يا فندم نورانا على زوءك يا أدهم لا يا فندم يفضلي يا أدهم نورتي فندم نورتي جدع يا أدهم طبيب أصد زودي قمر مين دي مين أبداً أنا عرفت أن صاحبك عايزي تجوز بس فجيبت له حاجة كده أنا قاوة قلبتك يعني ها قلبتك هي شبه قربتي أقصد يعني شبه أختي تقدر تقول يعني إن هي أختي أعظمانتي يعني بسم الله بسم الله بس مع إني بينكم فرق فالمهمة تكون جاهزة للجواز جاهزة طبعاً لو عايزت جربها جربها أقصد يعني جاهزة طبعاً ولو عايز يعد عليها دلوقتي حيعد يا مساهد ادعي ادعي معايا يا رب يا رب يا رب يا رب عمولة عمولة طبعاً ضيفها عالدرايب على طول عالدرايب ها انت بسمعش ولا إيه بسمعش إيه أنا مستغرب لا مستغربش مستغربش إزاي عندي امسك اقفش يا أخي انت بتطلع لي منين كويس للحيتك قبل ما تهرب لا لا انت فمتني غلط أنا ما كنتش هربان أنا بس قلت بقت شواح سنعدي القتيل كله على غلاب أنا بصراحة بقى كنت مزوغهم الدرايب مزوغ راح فين يا فارس لا ما انفعش أقولك عشان لما يتقبض عليك ما تضطرش تعطرف لهم بمكاني لا اتطمن ما انت مش محتاج تهرب من الدرايب لقيت لك عروسها وهتتجوز وهتورس يا معلم هو هيكون من عمبر الحالات الخطر بتاعتك دي خص عليك يا فارس خد يا فارس دي سلافة ملكة جمال يا سلام بس اللي أخلق قوضتها حالا والحمد لله جاية لوحدها يعني ملاهاش راجل غيرك يا بطل يا جامد بس ليه سلافة؟ لا لا الكلام ده بقى عايز شرح طويل ليه بقى؟ ليه سلافة؟ ليه أنا مش أبوها يعني ممكن أبوها يسميها خشافة هو حر احنا مالنا أهم حاجة العروسة عجبك ولا لا؟ عجباني بس أنا يعني أنا زهدت بصراحة زهدت لا 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 بصها فارس عايزين نخرص بقى فارس نجوز بقى فارس عشان تهولس وتسدد ديونك ونخرص بعد اذنك لحظة واحد حضراتي قلت ايه؟ لحظة واحد؟ ياه سنين كتير انا اسمعتش الجملة دي ميرسي كتير لزوئك سوري معيش بك أنا قلت كده من الأول ايه الزن ده يا عادي؟ والله ما نرد عليك اخبط راسك في الحيطة ايه؟ في البقى؟ انا ما صدقت خلصت منك انا ما صدقت خلصت منك هو انت فين يا سلافة؟ ازاي عنا رجع على الشغلة ليك لما حدومك يا طفشان عم البيت؟ هو احنا مش خلاص اتطلقنا عايزنا نقعد في بيت واحد ازاي عنا ايه انت عم ؟ انا قلت انك هتفرضل تدور عليها كدا جدا جل غاية ما تلاقيها يا نامس يعني مش مطالة مش مطالة ايه؟ ده انت عليك هتطلع عليها وما في غيرها في القوتيل كله الله عليك كده عرفت مصلحتك حبيبي يلا بقى شوق طريقك اشتغل 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 بقى حط لك شهات كريمة بتوع الجرب دول بقى بعادلتنا يا اخوة وفضحتنا بصي بقى يا إنجي عادل ده لو اخر رجل في الدنيا انا مش هرجع له تاني ده واحد ما بصرفش جنيه على بيته طب حكلمك تاني صباح الخير صباح النور نعم فارس انديل صاحب القتيل مالك؟ انا فان فارس انديل خير لا بس شفت حضرك عادل وحدك كده قلت ارحب بك يعني اش معنى انا يعني؟ معا بصراحة ما فيش غيرك في القتيل كله نعم بصي بقى انا موصف لي إن انا تجاوز النهاردة او بكرة بالكتير يعني ايه موصف لك تتجاوز انا حيزك سعديدي طب خليك عندنا اه اه سوري سوري يا عدوي هو واحد اهوة للمدام هان اعقصي للاناسا بس يغلب؟ الفكرة ينفع الجاوز وعمل يهرش كده؟ لا الهرش مولوش دعو بالجاوزة عدوي بعدين يا سيدي يكتبوا الكتاب وان اجل الدخل الغاب ما يخف الفكرة برضي لو مطول معها كده يبقى فتحة في الموضوع وقرب التوافق صح ايو صح انا متفائل او يا عدوي وانا والله انا متفائل جدا والله الهرش فريدة جدا انا تشائمت يا عدوي تشائمت حضرتك رايحة فين؟ رايحة لمستر فارس مستر فارس عنده شغل شغله في البرجولة برضو؟ يعني البرجولة دي مش جزء من قوتيل؟ طيب انا كمان رايحة له في شغل لما يخلص مع الانيسة السلافة فضل انيسة؟ حكاية غريبة قوي شفتي بقى شفت ان المشاكل ما تتحلش غير بالجوازة وانت ما بتاخدش اي حاجة اللي عندك ده؟ لا اما انا هاخد هاخد ما تلاقيش انا زال فل عليك ألف السلام عليك الله يسلمني فعلا ما فيش غيرك عشان كده عايز تتجاوزني؟ بس انا مش جاي هنا عشان اتجاوز انا حدفع مليون جنيه مهر غير الشبكة ايه؟ بس الحكاية مش حكاية مهر وشبكة وحكفع مليون جنيه مؤخر مليون جنيه؟ اتصل بمقزونة بصي عن حازك بعد حكيلي عن نفسك لغير ما المقزون يجي انا مش عارفة اقولك ايه؟ قولي له انك متجوزة ايه؟ ايوة حتى البطاقة بتاعتها ايه؟ حاصلة على باكالوريوس فلون جميلة الحالة الاجتماعية متزوجة لا 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 انا كنت متجوزة واتطلقت كنت لسه هطلع بطاقة جديدة هيكون فعل ما كفارس البت فريدة دي وورا كله مصيبة ليه؟ عشان قالت الحقيقة اللي خبيتت عني سلافة؟ سلافة ريح تخب عليك حاجة قلت لك وتعمل ترغي وهي عملة تسمعك انا قلت اللي حكيلي عن نفسك ما جابتش سيرة انها متطلقة خالص تبقى كدبت علي عم ما تبقاش حنبالي هات هتقولك قولك ايه؟ ما تفكك مانا وشوفي لانا واحدة تانية اه فك ايه واربط ايه؟ انت فكرة عروس تمول دي هجاب نعرفه ولا ايه فارس ايه فارس؟ ايه فارس؟ ما انا مش هتجوز واحدة كدابة الله مش احسن ما تفلس وتحرس؟ غلاب غلاب حس بيا دي اول جوازة ليه؟ هتغنها لي ولا ايه؟ يا فارس افهم؟ دي ممكن ما تكونش اخر جوازة يعني ايه؟ يعني ممكن تطلقها بعدين تبقى المؤخر يعني الفلوس هتنقص مليون جنيه كمان؟ الساتر على بخلك يا احي ماشي اذا كان عالمؤخر يا سيدي اتجوز عليها واحدة تانية من غير ما اتطلقها ها؟ ايه ده هو ينفع؟ بدك ما قالش فلوسية انه ممنوع تتجوز عليها واحدة تانية اه فانت بقى بتغريني عشان هتجوز اتنين ها؟ طبعا اذا كنت مش عايز اتجوز واحدة هتجوز اتنين؟ يا عما مش هتجوزها دي كدابة وانا بحبش تكدامين هو يوم اسود انا عارف ان هو يوم اسود غريبة انك طلبت تتقابلني تاني ليه عشان كدبتي عليها؟ انا مكدبتش عليك انا ملحقتش اقولك اه عموما انا احنا لازم نتجوز بسرعة عشان موضوع الوصية ده هو انت مبتفكرش غير في موضوع الوصية ده؟ لا ازاي؟ اه بفكر في نفسي وفي مشاعر مشاعرك؟ انت لسه مقابلني وطلبت تتجوزني على فكرة بقى ممكن ان بني ادم يقابل واحدة ومن اول لحظة تغير له مفاهيمه في الدنيا كلها بجد؟ اه طبعا ده لو حبها وانت حس ان انت ممكن تحبني؟ هتصدقيني لو قلتلك ايوة؟ يبقى نستنى لغاية ما تحبني مفيش مشكلة نستنى يوم اتنين تلاتة تحت امرك لا نستنى شهر اتنين تلاتة ايه؟ شهر اتنين تلاتة؟ ده يكون الميراس دع مني والدرايب حجزت علي خلاص يبقى شوف لك حل تاني حل تاني؟ هونا لو عندي حل تاني كنت جاوزت اصلا شفت بقى ان انت مش تقدر تحبني؟ وانا بصراحة مش هقدر تجاوزك وانت كده وانا كده ازاي يعني؟ يعني موضوع العدوة والحاجات اللي انت فيها متخافيش مجموزالة؟ طونت افغاد الدكتور قالوا ان ان شاء الله هيخفها على الاول الشهر انت مالك انت؟ الله؟ مش المدير بتاعي ولازم ادفع عنك؟ ولا انا اشجلك شوك جرب خلاص؟ هنبيعك كلنا؟ جرب؟ مش غور من هنا غور من هنا شبه حاجة طيب؟ اروح اعملي قهوة الوزع بصي انا رأيي بقى نكتب الكتاب وانخلي الدخلة بعدين صح؟ صح؟ عشان موضوع الجرب ده ايه؟ قصدي موضوع العدوة اه؟ نابا يا غيادة انا عايز اخلص من موضوع ده بسرعة حاضر حاضر بسيقول لك ايه؟ حلوتي وحفوزة؟ ما تلاقش هاجيب لك حلاوة واجيب لك زلابية كمان ماشي هلعايز الحلاوة يا خوني يا رب يا رب ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ اه اه حد يقول كده برضو الواحد جاب له عروسته لحد عنده يعني انا جبتلك سلافتك حبيبتك ما لك كده محسسني ان انت حماية؟ هي لسه بقت عروستي؟ انا مال يا باش انت لما نفستش ما تتكلم يا حجرياض بصراحة الراجل عنده حق بس اهو قالك عنده حق لا يا حلو انا بقول هو مش انت انا اللي عندي حق ايو انت؟ مش هو طيب طالما بقى عندي حق يبقى تستنى عليها شوية لغاية منجز اسطنى عليك شوية ازاي يعني ان شاء الله لحد ما اتضبط نفسك انا مال انا عايز اضبط فلوسي هو انا لسه خدت فلوس ما تتكلم يا حجرياض بقولك ايه بقولك ايه الوستاذ زوه دي راجل محترم ومقدر ظروفك عن المينايال اللي انت فيها انا مش هو ايو انت؟ ايو مزبوط اهلك انت؟ لا هو انا اللي مقدر مش هو يا ظروف انا ولا ظروف هو ظروف هره اللي مقدر ده طب طالما مقدر بقى ما تستنى علي بقى لغاية ما تجوز ليه يا عم ان شاء الله وانا فتح كوشك وانت مشكك مني دي فلوس درايب ام المقدر ظروف ازاي يعني ما تتكلم يا حجرياض بقولك ايه بقولك ايه امسك امسك الشيكات دي الشيكات ايه يا رياض انا معيش فلوس البنك بص هتكتب لنا الشيكات دي بتاليخ ازبوع قدام تكون ورست وتجوزت اهه ايوه بس ايه بقولك ايه هتكتب بس اول شيك اول الشهر ليه اول الشهر؟ واحنا لسه هنستطلع هلال رمضان ما تديني مهلع زهدي في ايه؟ ما تتكلم يا شيك رياض بقولك ايه معلش بدينا مهلع ابنينة برضو ابنينة اكتب 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 انا اللي اكتب الشيكات نا هو هو اللي اكتب انا اللي استلم الشيكات ايوه انا اللي ححجل ايوه اه قالك هو يعني انت اللي تكتب الشيكات ماشي اه هتعوذوا كم شيك وكل شيك بقدي ايه؟ يا انه هارسوا صباح خليل صباح خليل صباح خليل مادام تلطيني من وراء فارس يبقى اكيد عايزة تزحزح المهل فارس لا خالص يبقى المؤخر؟ ابدا وليه الحكاية؟ قوعي تكوني خايفة تتعادي منه؟ لا مش خايفة تعادي منه بس هي يعني العيد ده لسه ما خلصتش ما خلصتش؟ اه يعني فاضل كم يوم عالثلاث شهور؟ هم الثلاث شهور مش فاهم؟ يعني انا لسه متطلقا بياه وجيت هنا عشان افصل شوي ايه الكلام ده؟ يعني انت جاه تفصلي هنا؟ جادي اليوم لاغمر ما انا حاولت اقنع انه يستنى ثلاث شهور على الجواز هو اللي مرضيش مش بمزاجه المهنة عنده عرارة تخلص وكاتب على نفس الشيكات خلاص يبقى انا كده عملت اللي علي شوف له عروسة تاني شوفه عروسة تاني ازاي يعني؟ بقى صحيح الكيش اختي مش متطلقة نعم استلي بس وفهميني انت هتتجاوزي فارس وموضوع العدة ده هتنسيك خالص ازاي بس؟ لا هنكتب كاتب الكتاب والدخلها بقى ثلاث شهور هينفع؟ لازم ينفع ما انا مش هسيبه يخسر المراس بتاعه وانت كمان هلخسره اثنين مليون جنيه طب لو انا وفقت هو هيوافق لا ما تخافيش فارس مش هيعرف وانا المأزون كمان ما هو مش مكتوب فلوصية ان الدخلة التم يمكن بالكتاب قلت ايه؟ السلافة ايه؟ انا يا انت يا سلافة عاش اريدا انا عازك تعمل دبلشيك عالجراف اللي وطيلك عليها واريت عشان خاطري اه اريدا يعني انت من الصبح قاعدة بنفس القاعدة ونفس البطاقة ايه عمي مش كده ها؟ صح؟ انت مالك كم مرة اقولك ملكش دعوة باية؟ ملكش دعوة ايه؟ انت سايبك كل الشغل فوق راسي وقاعدة بنفس البطاقة من الصبح فريدة مش كده انا رأتي الزمتك ده منظر واحدة مطلقة وانت بنظرتك الساقبة المطلقة بيقى منظرها عامل ازاي؟ مفيش واحدة مطلقة بتضحك الدحكة دي مايبتضحك عشان بتتصور وهي بتتصور بقى مكنتش مطلقة انت شاكل ده معنا شوية ها؟ ما شاء الله بتدفع عنها بقى لبقى قوي كده ليه؟ وانا هدفع عنها قوي كده ليه؟ انا عايز حضرتك تركزي في الشغل يا سلام يا سلام لو بتركزي معاها شوية اركز معاك ايه وبتاع ايه؟ لو هي مطلقة فعلة تنقسي مطلقة واحنا منع احنا قتيل مش مباحث صح احنا منع احنا منع ازاي؟ احنا منع ازاي؟ مش معقول هو ايه اللي مش معقول؟ تمال عادي بيني الفبريك صحت ايه؟ ما انت في بريك من الصبح فانت ليه؟ انا عاملها ما زي الامر مطلقة انا بس اللي بحب واحدة غبية الموحامي قال لي ان انت كتبت الشيكات للدرايا اول مرة عاملها بس ما كانش عندي حل تاني بس ما تقلقش بحد تتجوز ان شاء الله كل ده هيتحل انت متأكد ان انت عايز تتجوزني؟ طبعا غريبة ما سألتنيش انا اتطلقت ليه؟ عادي يمكن عشان ما فيش وقت يعني بخيل انا؟ لا طليق بخيل اوي مع انه كان معافلوس كتير كان بخيل في كل حاجة حتى في مشاعره لا 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 انا محبش كده موضوع المشاعر ده بيداني اوي كويس ان انت سبتيه في حاجة تاني عايزة اقولك عادي ايه؟ اوعى تكون اتجوزتي تاني بعد ما اتطلقتي امان حتجوزك ازاي؟ طيب فاتتني عمر مين عمر ده كمان؟ ابن ابنك؟ انت مقولت ليش ان انت مخلفها؟ انت ازاي تخبي عليها موضوع زي ده؟ هو انا الحقيقة تحكي لك على حاجة اه اه صحيح معلش الاستعجال ده هو المدين في داهي معلش معلش عنده ضئيس يا عمر ده سمعني كويس يا مولانا؟ انت حتكتب الكتاب تلعت العروسة مجنونة، التالت قتلح، حافظة غاية وسكينة، ملكش دعوة لو العروسة تلعت مقتولة برضو اجوزها الله عليك، ايوا انا احب الوش ده والدخرة دي متر غلاب، خضرتك مشوفتش فريدة فريدة؟ اه اصلا هي مختفية من الصبح وبحاول اتكلمها متردش طيب اسبقنا انت مولانا بقى وانا جايا وراك وزي ما اتفقنا اتطمم، هجوزها له يعني هجوزها له الله عليك، والله هتطمين تقلبي متر غلاب ايه؟ خضرتك عارف مين فريدة صح؟ اه انا زحلقتها على قهة العشاءة ليه؟ عملت نقرب في جوازة ثلافة ومسك البطاقة بتاعتها كأنها بتاكود الاعدادية بعدكات بالكتاب على طول ان شاء الله بس برضو، انا عاد تتكلمها ومتردش ومحاوليتش حدا بتتصل بيه الله اه انا مقتلكش ايه؟ مش الوالد اللي هناك خليتوا سرق منها الموبايل فسنين تعمي كيلها متر؟ لاتليها دلوقتي قاعدة بتلف حالين نفسها؟ انا مش حاسكوا تاعتك انا نازم ارحل الله خدت حالا هنا فريدة تلف حول نفسها؟ قول الله يا فريدة تنزلك البيل وتطلعك ساقعان اسمع يا ابني انت لو بتحبها فعلا وعايز تتجوزها ما تجيبهاش غير بعد كاتب الكتاب يلا بتكيه الله فارس جاي فارس جاي ازاي جمعت الفارس؟ اه يا ابو الفارس ايه الأخبار؟ تمام البلسش بدلة يا حتى انتو مش قلتوا الدخلة بعد ثلاث شهور اه خلال اسوقتها هجيبلك بدلة بس على حسابك بقولك ايه؟ بقولك عروسة تانية بقى انا متشائم ايه كان زايا بقولك ايه؟ انت اللي كاتب شكات للضرائب وانت اللي ما عندكش رصيد عندك رصيد؟ لو عندك رصيد ماشي يلا تعال عايزك ايه دا يلا؟ ايه دا يلا؟ ايه ما عايزك؟ السبابة دي انا فاتني حاجة؟ حاجة ايه وزفتي ايه؟ طب الحمد لله يا غلاب يا غلاب في دوشك في ايه؟ انت قامتها علينا ليه كده؟ دا احنا دخلنا على فرح ولا انت عايز تاكل عليها العمولة؟ لا انا عايز العمولة فين؟ ايه؟ ايه؟ جايبني عروسة متطلقة وعايز عمولة؟ دا تجاريب قوي متطلقة؟ لا سلام يعني ما تعرفش يا اخوية لا ما عرفش هو انا اللي متطلقة؟ ايه دا سلوب الرقيع دا؟ انت هابني مش اعيل لي انها زي اختك؟ يعني مش عارف تفاصيلها؟ اها زي اختي زي ما انت قلت كده بالضبط يعني مش اختي عرفها منين انا يا اخي؟ وبعدين اعتبرها يعني اختي في الانسانية حلاوة في الانسانية قصما بالله العظيم لولا انك شبه وحد صاحب الصيني عزيز على قلبي انا كنت شوف تشغل معاك هلا اقصص مش مهم المهم انت افرد وشك عشان احنا داخلين على فرح وبعدين يا سيدي مش مهم متجوزها متطلقة هارملة المهم يتجوزها ويفك اللي عليه يا اخي واللي ايه غلاب 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 واختفى ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم بس يا عد اش بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ الليلة يا مولان لو مايساعش كده لا ده عرس نازل وكحي لا لا انت وكل الله يا مولان لا بطاقتك يا عروس موجودة هي يا مولان اهم انا بقى معيش بطاقة انا مش محتاج بطاقتك عشان صرتها معايا من اول الشهر ايه ده؟ البطاقة موجود فيها انك متجوزها لا 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 انا متطلقة طفيل قسيمة الطلاقة اه جاية في السكة ان شاء الله خلاص نستنىها لحد ما تيجي الحمد لله جات من عند ربنا ايش ده اتفاقنا مولانا؟ اتفاقنا في حالة كونها مطلقة بقى هي مطلقة احنا انا هجوز واحدة متجوزها؟ ما اقدرش اجوزها من غير قسيم الطلاقة انت كده هتبوزني كل حاجة وانت كده بتضيع لمستقبلي تمام تمام طب مولانا ماينفعش حضرتك حد يبعاتلك قسمت الطلاقة سكرينشوت على واتساب واتساب استغفر الله العظيم طف الله طب انا فقطي لحد ما تشوفه هتعملوا ايه؟ انا حافيني عروسها ايه حاجة؟ ايه؟ عروسها يا نهر اسود هي شكلها تقصد انها في غيبو بيتها لحد ما تشوفه هتعملوا ايه؟ والنبي فوقي والنبي يا نهر اسود ومنيل جعل انا اجوز لك البنت عشان تبهد الهالي يا عم استنى شوية ده اللي انا كنت خايف منه العروس هيغم عليها عشان خايفة من الجواز يعني هي اول مرة تتجوز لا لا هي اول مرة تتجوزة كنت كده كده الجوازة دي مكتش حتامة المقزون كان من السنى قسمت الطلاق يا سلام يا اخويا من السنى بقى قسمت الطلاق لغير ما يحجزوا عليك دكتور قام جد جوا يا ربنا يقوموا بالسلامة بس لما تقولش دكتور بني وبينا كان عدقين تموت في دي اخص عليك اخص ايه ده؟ انتا بتبصلي كده دي يعني ما انتش عارف؟ ها؟ ما انتش عارف اللي انت عملته؟ اللي عملت ايه؟ اخص يا دكتور سيبك منه طب مننا بس على صلاف مبروك يا برينس العروسة حبلة ايه؟ اول مرة اسمع دكتور بيقول حبلة وانا؟ حامل ازاي؟ ده احنا لسا متجوزناش انت ساني انا؟ ده بيساني انا انت شايف دي ماداليا؟ حضرتك يسعل نفسك شوف شوف انت عملت هي يا شاعي انا عايزة افهم بس يعني هي اساسها متلقة ازاي تبقى حبلة؟ انت عارفك بتخليف تفاصيل ليه؟ انا مش فهمك برضو ليه حارفك بتعملني على اساس ان انا فاضي وهاعرف طريق عقلتها؟ انا مش عارف يا فندم وبعدين ليه بتعملني على اساس ان انا طبيب شارعي؟ انت مش طبيب اصلا شش فارس اخص عليك ماما قوي ايه جازتي انا؟ انا نعمل اشيل بلويك واجبلك الحقيقة اقول انا كفوشك عشان تتغير ايه بس انا عايزة اعرف يعني انت حقيقك عرفت منين؟ حللتها؟ ده حراكة انا عندي سكر وعصبي ها؟ هارد عليك رب مش كويس لا عوز بالله مش ممكن يا فندم عايزت حللها اخد الاساس وخش حللها بنفسك ايه ده؟ تخص ماما قوي صحية الكلام ده؟ تقدرة؟ كس عليك؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا دكتور انت لسه خارج بالحضانة ولا ايه؟ بس انا عجبلي يونفور بالمدرسة ده قوي تخص وليه بنفسي تضحك؟ فيه ايه يا دكتور وضح هي راحت هي ايه اللي راحت؟ اختفت؟ ايه اللي اختفت؟ ايه اللي راحت؟ هي واعت منك فين؟ هنا ولا فوق؟ ندور عليها عادي يا عري مبروك مجالكم مش فاهم سلافة ملهة حبلة اه انت فرحان ولا زعلان؟ لا انا دهشان انا دهشان اروح اروح وروح دور وراي خطبة تقصد مين؟ فارس؟ انت هو تقل واحدة مش انا اللي قلت عندك حق انا دور عليها هي وخطبها انا اسف يا دكتور انا اخرتك على الحضانة تقدر تمشي انت دلوقتي يخس طب هي المروة وقعت منه فين ندور عليها يا دكتور تعالي تعالي سندي علي انا زي اخوكي تعالي 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 يا فريدة يا ساتر يا رب شكلك اتغير كده ليه تعجزت خالص يا فريدة انت عندي كم سنة؟ مساء الله خير ما تقليش ما تقليش فريدة انت كويسة؟ ما تخافش لسه عايشة ايوا بس هو ايه اللي حصل؟ مستور فارس بعتلي رسالة على الموبايل وقال لي استنيني على قعدة العشاء استغفر الله العظيم ممكن تسكت يا حبيبي استغفر الله العظيم فيها يا حبيبي كملي انا مش فهمة هو ليه بعتلي الرسالة وقال لي روحي هو مش هناك تفتكره يا قصود ايه؟ يا قصود ايه؟ تقصد اللي هو المشيكي من القوتيل عشان خطر يعرف يتجوز سلافة عشان حريقته لوقت مسك البطاقة وعملت نخواري عايزة ببوز الجوازة هو تجوزها؟ لا اتطمني لسه طيب الحمد لله بس ان شاء الله حيتجوزها ها بعد الشر يا عم كالليك محضر خير ما يمكن الرسالة كون جات له بالغلط ويقصد واحدة تانية واحدة تانية مين يا ابو العريف؟ سلافة طبعا هي مش خطبته؟ يبقى اكيد هي اللي هتروح له قادة العشان انا مش عايز اسمه صودك اذايف تنتر نهاردة خالص صودك طلع دلوقتي وفوقتي يعني اه صودة طلع في حاجة؟ لو انت الجرد بتاعها؟ اه الجرد بتاعها انت بتحدي تسمحها سعيد صح؟ هي ايه؟ تلات ثواني لو لقيتك في وشي هزعلك يا سعيد نوعه فوندو فريدة بنت مستر حسين تخصيني نقول تاني فريدة بنت مستر حسين تخصيني اي واحد دماغه تتضحرب تهب منه يفكر يروح له وحيها حدبس له وشه امين؟ مين بتبصي لي كده ليه؟ سلامتك يا عروسة الله يسلمك مرسي طبعا عرفتي عندك ايه؟ بما ان الدكتور كشف عليك لا هو كشف علي ومشي على طول هو قالينا انك لمواخزة حامل ايه؟ لمواخزة؟ يا سلام دايقتك قوي لمواخزة وحامل لأ؟ حامل يا ستي حامل حامل ازاي يا عنا؟ سبحان الله تصدقنا كنت لسه حسألك نفس السؤال؟ لا لا الدكتور متاعك ده مش عارف اي حاجة موافق مش عارف اي حاجة الحاجة الوحيدة اللي هتخلينا نتأكد التحليل تحليل ايه؟ تحليل الحمل بصي انا بعد تجيبهولك مخصوص من الصيدلية انا مش هعمل اي تحليل وبعدين هحمل ازاي ونمطلقه؟ لأ مهبصي بقى الحاجة الوحيدة اللي هتنفي عنك التهمة الشنيعة دي انك تعمل التحليل ده وبصفتي انا الحمر اللي هتجوزك كمان نص ساعة يهمني عارف بقى زي كنتي حامل ولا لأ؟ وانا بقى مش هتجوزك طول ما انت مش واثق فيه ودي التحليل بتاعك هو واتفضى نتلع بره طيب طيب خلاص خلاص ما تزعليش نفسك اتفضى نتلع بره؟ واضح انك بتتلك كاك هي جوازة بعينة من اولها ده خامس قطيرة دخلوا بسا ملقتهاش طيب يا ماما لو وصلت لاي حاجة اطمينك سلام بسار خير صنوني فهمت كيه واحدة نزلة عندكو هنا اسمها سلافة بيتقول مين حرار؟ سلافة لا مش متأكدة فهمت ما اسناها عندي نزلة كتير فأكيد مش هفتكد اسمي كل نزيل يعني ليه يعني في اليوم بيجيلكو كام سلافة يعني والله دي بقى ازايا يا فنم انت شغال هنا ولا بتعمل ايه؟ اه يا فنم نمتج موجودة طيب بص ايه؟ دي صورتها ايه؟ شفتها؟ ايه فنم؟ بنروح بس على موبايل على الإقصاد اه موبايل مبروك ايه الشرخ ده؟ ايه؟ لا سور يا فنم ده الإضاءة وبتلعب سور يا فنم اه لا لا مش متأكد سور يا فنم وانت مش متأكد من اي حاجة؟ اه يا فنم يا سوري لقعت لحد كبير اكلمه بقى شرين انت مش حاكس اي حاجة هنا مانا لو جبت لحد كبير تكلمه حيقولك بالظبط نفس اللي انا حقوله دلوقتي ان انا مقدرش هطلع اي ويانات لأي نزيل عندي غلما اعرف حضرها كمين لأول عايز تاريخ الامين؟ ايه فنم؟ انا جوزة جوزة؟ جوزة من الطلاقة ايه؟ ايه ايه فنم فيها؟ هي قلت لك الهيمة طلعها؟ لا ما يكليش حاجة انا مش متأكد مش متأكد كانت موجودة لأ انت كل حاجة مش متأكد منها؟ انا معيش خلني متأكد سوري امال حاكوني محطفين يا سلافة اه دي رايحة مانو حاكوني محطفين لا علي قصاد علي قصاد براحة براحة محطفين يا سلافة؟ بتسأل عن سلافة؟ لا ما بسألش تعرفها؟ لا ما عرفاش لا طبعا عرفها نازلة عندنا في القوتيل ده انا اللي موصلها الغرفة بتاعتها امال بتقولي ليه ان هي مش عندكم؟ انا قلت حاك مش متأكد مش متأكد بنا لا حضرك بقى ممكن تتأكد من مستر فارس صاحب القوتيل مش معنى بقى مستر فارس صاحب القوتيل؟ لانه خطبها والمفروض هيتجوزوا النهاردة ولا ايه أدهم؟ ماما مين دول هيتجوزوا؟ لك بالزعاق ليه هو اللي بيقول يا فانت؟ هي فان قدتها مش متأكد؟ هو انت مش متأكد ولا عرف اي حاجة هنا؟ اقول لك معلومة غلطة يعني فانو ما يصحش انا هعوصها الله ماشي فانو ماشي تعالى سعيد هو مال ومتنرفز ليه؟ لا هو ريب العصبي سعيد هو الرجل ما سألكش يعني انت من نفسك ما شاء الله قريت كل حاجة انت متبرع فتنة يا ابني انت عارف عن عنياتي واللي ببقى على لساني ايه الجملة؟ اللي ببقى على لساني اسكت يا سعيد امشي 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 بالنسبة للثلاث ثواني اخو صار وفيك امشي بجد يا سعيد المراضي امشي بجد امشي امشي يا سعيد امشي امشي ايه؟ اعملت التحليل؟ ايه والنتيجة ايه؟ حامل حامل ما يمكن التست اللي بقولك ده يكون مهنج ولا حاجة؟ لا لا انا كنت حسة ان انا حابل بس كنت بكذب نفسي انت حسة؟ طب ويه اللي عمل؟ خلاص كل اللي اتفقنا عليه روح روح؟ طب مستعبالي مو مستعبالك؟ عايز نعمل ايه بعد ما طلعت حابل؟ بصي انت هتنزيل بيه بالنهارده اتجاو زي فرس بكرة؟ ازاي بس؟ ايه اللي بتقوله ده؟ عادي انتوا كده كده متفقين ان الدخلات هتبقى بعد ثلاث شهور ولما يسألني عن نتيجة التحليل وليه مش عامل خليها نكسب وقت واحنا هننزل بيه بالنهارده يا سلام بسهولة كده؟ لا ما دام الحاملة لسه في اوله يبقى البيب هينزل بسهولة استغفر الله العظيم ربنا نسمعنا وهو صاحبك عبيت عشان يصدق الكلام ده؟ لا هيصدق عشان عايز يصدق ده كاتب على نفس الشيكاب بدور رصيد يعني لو متجاوز كيش واخد المراس هياخد في كل الشيك ثلاث سبيب ها استغفر الله العظيم يا صباحة حضرتك مطعفش وحد النازل هنا هاسمعها سلافة؟ إيه اللي عرفها ده أنا المأزول اللي كنت هجوزها هتجوزها؟ بس رفضت عشان ملقتش معها قصيم الطلاق وعالت لك نعم الطلاقة وما قدرتش تثبت ولا هتحرف تثبت حضرتك مين بالزبط؟ أنا جوزها جوزها ولا طالقها؟ والله منها عارفها شيخنا يعني إيه مش عارف؟ يعني إحنا من فترة كده حصل بنا مشكلة ففي لحظة نرفزها وعصادية روحت أقلها طب روح يا سلافة وأنت طالق وراحت؟ ما هي لو ما رحتش ما تبقاش طالق ده هي راحت بصراحة خلاص تبقى أنت كده طلقتها يعني إيه مفع تتجوز حد ثاني؟ بعد انقضاء فترة العدة ثلاثة أشهد أي ثريمان ولما يجي مأزون يطلقه بشكل رسمي يعني إحنا كده ما تطلقنش بشكل رسمي إنت كده طلقتها طلقة غير باقنة لا غير باقنة إيه مولانا كان باقنة قوي أني بطلقها لا أنا أقصد غير باقنة يعني من غير عقدي طلاق يعني تقدر ترجحها في أي وقت طول فترة العدة والمصحف أي طب وإذا ما وفيتش؟ مش من حقها لأنك ما طلقتهاش على يد مأزون يعني أقول لها أنا رديتك تترد؟ أيوة من غير مدفع أي فلس وأنا مليم إنت بس تمسك إيه ها؟ إيه مولانا فيه بشرح لك يا أخي إنت بوسها بوسها حلوة كده تعمل حاجات كده تحسسها أنك لسه عايزها ما حسسها ما حسسهاش ليه؟ بس ما نفعش تتجاوز حد دين مستحيل قبل انقضاء فترة العدة يمصر بينك يا شيخ إسمع بقولك إيه؟ لو حبيت تطلقها بشكل رسمي يعني أنا قاعد وفاطئة أي لا أعمل أي على البحر كان ناس كتار تحت الشماسي مالدورين بس آل خير بس آل نور إيه عايز إيه؟ الواحد ما يعرفش يتمرجح بالمرجحة شوية إيه يا عم بالراحة مالك أنا بقا عايز أعرف بس فيه واحدة في الجوزة هنا فيه عروسة فيه فرحة آه أنت شكلك من قراب العروسة آه قربها يا سيدي قول ما تتكسفش أنا برضو قربها لا والله آه ومن أني ناحية بقى قربها أنا أخوها في الطريق نعم أيوة أخوها في الطريق على فكرة أنا جاي أنا وهي بالعربية بالمطار لحد هنا عشان يسلمها العريسة مطار؟ يجب بالطيارة؟ جب بالطيارة طبعاً مال هتيجي في مركب ورق هو تذكرة بكام نهار ده أنا إيش عرفني يا سيدي سيلك من تذكرة بقى أنت بقى اللي جبتها من المطار وجوزتها أيوة أنا هو بلا فخ آه وتعرف عبنين أنت باعش أنت جوزها؟ والله ما عرفهاش أنا بس لقيتها قلت أجيبها أوفق رسيم في الحلال توفق رسيم في الحلال هم وما تجوزوا؟ لأ لسه ما تجوزوش أنا قلت له مع عقد القران ما يتعاقدش ولا كتب الكتاب يتكتب اللي لما تيجي عشان تشهد على العقد كم أنا عايزنا نشهد على العقد؟ يا سيدي العقد أبو اللي شهدك على العقد مش عايز تشهد عنك ما شهدت يا أخي آه اللي أقولي أنا ما تعرفتش عليك زيادة أنت قريبها من مين؟ أنا بقى يا سيدي جوزها آه؟ جوزها جوزها؟ جوزها؟ طبعاً إذنك بقى عشان أروح الزحلة على الزحليقة بعد ما تمرجحت على المرجحة آه نهر إيه شهد؟ جوزها؟ آه ألف شكرة يا دكتور والله إحنا في انتظارك السوق هتأخر ها؟ طيب تماماً الله يخلي ليك مع ألف سلام ألف ألف سلام مع السلام بحفظ الله ده الدكتور اللي هجدني؟ آه بأي خلال نصة ساعة وبإذن الله مجهودة مجهودة ده أكيد فارس نعمل نفسك زعلانة عشان يفتكر أنك أنت هعمل كي؟ حاضر أنا عايزني في إيه؟ تعالى أنا صلحت لك الجاوبة على قد ما قدر وإياك تعقلك الدونة تاني مش خلاص سامة سامة ساخير عايز إيه؟ جاي ليه بعد اللي قلته؟ صح خلاص بقى سبحي عشان خطري أنا مش قادر أصدق أنه هو التهمني اللي التهمل باشعة ده الدكتور هو اللي قلمك حامل وأنا جاي بالكلام ده من عندي وبعدين أنت مش عايز تعمل التحليل لغاية دلوقتي بكرة بكرة هنحلل في معمل محترم عشان اختبار الحمل اللي حضرك بعدته طلع بايز بايز؟ بايز بايز إزاي؟ يا فارس أنا عايزك تتطمن إحنا مش نكتب الكتاب غير لما نتطمن على نتيجة التحليل يا غلاب مفيش كلام غلاب بقى يا عم الحج إحنا فيش شكات وكمان تتلت تيام هنسدد وسجم يا فارس أنا عايزكم بقى يا حلوين كده إيه؟ تحذروا بقى وتلعبوا مع بعض كده لغاية مجلوه ها؟ يلا قطأيت بعد إزنكم بايزنك يا فارس يا رب ما تزعليش أنا كمان هنسددك زعلتين وأنا كمان هسابحك بس بشرط شرط؟ شرط إيه؟ ترفد الدكتور ده حرام يا سلافة بس لو سمعت ما علش فين قودة 2019 2019 إيه ده؟ فلتقصد قودة مدام سلافة؟ لو الله ونت تعرفها؟ أنا غلابا دكتور على إيه، كلنتك من شوية بس ما كتش فاكر أنك هتيجي بسرعة كده غلاب إيه ده غلاب من طرف عم سيوني واتفقت معك تنزل البيب من بطنها بطن ميه؟ سلافة يا حمل؟ بقى العبيلي هتنزلها من بطنها صلافة حامل وط صوتك عاليسها معيها عاليس مين ما هو لو عارف مش هيتجوزها اه وهي بقى ازاي هتتجوز وهي حامل انت بسم الله ما شاء الله جاي تجهدها اهو قلي بقى انت هتجهدها ببرشامها ولا بلحولها لما شفها الاول لما هو مش هينفعت شفها لان هو معاها هو مين دل معاها عاليسها يا اخي معها فيه؟ معها في القوضة بيهببوا ايه؟ اتنين مخطوبين وفرحهم هيكونوا بيعملوا وهي يعني نعم اكيد بيتفع على شهر العزب بقولك ايه؟ رايح فين مش هينفعت جهدها وخطبها جوا خلاص بقى سلافة هتفضلي مكشرة كده على طول انا لغاية دلوقتي مش هبتكيش بتتحكي خالص يظهر انه غلاب على الله ما يكونش جايب وصيبة جديدة انت بقى خطيب مدام سلافة؟ ايو انا انت مين؟ انا جوزها جوزها؟ هو انت ايه اللي جابك؟ هو احنا مش خلاص اطلقنا؟ لا انا لميت عليك اليمين لكن ما جبتش مأزون وانا بقى سألت وعرفت انه ده ما جبتش مأزون اقدر ارجعك في ايه لحظة ترجعها ازاي؟ هترجعها غزبا عنها ما تقال فينا بتعمل ايه؟ ولا انت لسه عندك امل انك تتجوزها وهي لسه مخلصتش عدتها هو انت لسه مخلصتش عدتك؟ تخيل لاني لسه مطلقها اول مبارح هتخلص ازاي؟ اه عشان كده بقى كنت عايزة تأجيل الجواز ثلاث شهور ولا ثلاث سنين اتفضل بقى اتكل على الله وحاسب لها على قدتها وسيبنا انا والمدام نمبسط بالبيب الجديد البيب الجديد؟ يعني انت عارفة ان انت حامل اهو؟ حامل مش حامل انت مش هتردني غزبا عني لا والله انت بيبعيني يا سلافة عشان خاطر ده؟ لا بقولك ايه؟ لغاية هنا وتحترم نفسك انت مش عارفة بتكلم مين؟ ولا عايزة اعرف انا بكلم مين؟ وما تخينيش بقى ايه؟ بقص بقى كفاية بضايا كفاية بضايا من مشاكل حرام عليك بقى وما انت مش هبطك بقى اه اه ثلاثة ثلاثة ايه دي يا حبيبتي؟ ثلاثة امشي بقى يا اخي كفاية اللي انت عملته امشي ثلاثة لما انت حتفوق ما انا مش هجيب دكتور ثلاثة اه ايه يا سيدي؟ انت مقدم في زاويس ولا ايه؟ خلينا عارف عارك حضرتك بقى اه ايه دا انت بتعمل ايه اندهول؟ بترقع صوابعك وببسطك يا ابني ما انصوابعي؟ انا واخد رسية في دماغي اه دماغك؟ اه دماغ الجزعية والفراعية ها اخبار بقى يا دكتور ها الله يرحمه مات؟ لخسارة انا كنت عايزة امتقم منه بايدي انا الحق علي ان انا عايزة اجوزك عايزة اجوزك وتديك مراسك انا غلطان اه تجوزني واحدة لسه ما تطلقتش رسمي ولسه ما خلصتش عدتها وكمان حبلة ايه يا ابني انت بتسخنوا حالية؟ هو جاي سوكلي جيز بقى يا راجل يا ضلالي عايز تجوزني جوازة بطلة كل ده عشان تاخد عمولتك يا عم بطلة ايه؟ ازا كان العروسة كانت موافقة اه العروسة دلوقتي مع عارسها وزمانهم السنيني البيبي ولا تقلي نفسك يا فارس تلت ايام هتطلق زدقني تعال يا سلافة يا اخي انت ايه؟ ما بتزقش؟ انت لسه عشي تجوزهاني؟ ما عندناش امل غيرها مفيش غل سلافة يا فارس تعال لنا يا سلافة الحينة اه تصدق وتأمن بالله لو حد غيري كان اترك النهاردة انما انا بقى هعاقبك بطريقة تانية ايه؟ هسيب قامجة دي عالجك بقى هدو معاك اموس راسك انت هامرتني انت عمرها انا وانا اصح انا اه هاني اه هو في ايه؟ انا ايه اللي حصل لي؟ فينك هربتي مني وجتي القوتيل دا؟ لأ وكمان جريتي ولاي عشان مضربش عريسك لأ انا مجريتش وراك عشان جدا انا جريت وراك عشان كنت خايف عليك كنت خايفة تعمل في نفسك حاجة بجد كنت خايفة علي؟ طبعا خايف عليك زي ما انت بتخاف علي طبعا بخاف عليك طب قوليلي بقى انت فعلا في بيبي؟ هتجيبي اخر عمر؟ يبقى لازم نرجع لبعض يعني انت هترجع لي بس عشان انا حامل؟ لأ طبعا طب من قبل ما عرف انك حامل جايل الجارية من القهرة دور عليك انت عارف فريص صاحب القتيل؟ كان هيدفع مهر ومؤخر قدي؟ يعني انت عايزة تبقى عيني عشان فرسوا الفلوسك؟ لأ عشان عايزة اشترك بفلوسك يعني ايه؟ يعني اتباح بحق ايدك شوية الفلوس اتعاملت عشان نعيش ونصرفها مش عشان نخبيها ايه؟ مش عاجبك كلامي صح؟ يا ستي عاجبني كلامك وكل اللي انت عايزة هعملهولك وزيادة بس يعني انسبنا من موضوع البحق حقو الصرف ده يديقها نفسنا شوية مفيهاش حاجة ده اقتراح يعني مش اكتر ما اقولك ايه؟ ممكن تشوف لي طريقة اهرب بها من القتيل ده؟ وتهرب ليه من القتيل؟ ما انت ااكل نايم شارب على حساب القتيل؟ انا برا بعمل خمس ست جوازات في اليوم يا راجل اوقع الجوازات ايه انت شكلك حنوتي بس انت عادل انا جاهز للطلاق يلا كل عام شر برا وبعيد ايه يا مولانا؟ خلاص المايا رجعت لما جريها ويه ويلي ايه ومسطرد ايه؟ ده تركب له من العاشر في ايه يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ ما تطلق وتستهدى بالله وعطيعوا الله وعطيعوا الرسول واقول الامر منكم اعوذ بالله منك يا جدع انت ايه؟ اوه مابا اوه مابا يا حشتين يا اوي يا حبيب اوه مابا حشتين شفتي بقى المفاجأة الحلوة دي؟ حلوة اوي خليت اخويا جيبوا لكم القاهرة مخصوصة عشان لما عرفتش اقصر عليك انا بيقصر عليك يا هو عم سامي قال لي ان في روح دابل جاي يتجوزك وانت متجوزة يا ماما اوه عامك دابل بتتبالش يبق فولة سلافة ايش هجيبها ببرا بقى ولا ايه؟ يا قصدي مادام سلافة دي هدية بسيطة عشان البيبي اللي جاي في سكة اوه دا اللهبة يا ماما؟ اوه احضرتك جنتل من قوي؟ جنتل ايه بقى؟ بخلي الواد اللهبة دا الام الثانو بعد كده يلا يلا حبيبتي يلا مع سلامة مع سلامة يا أستاذ ثالث ارجوك سيفني اروح انا عايز اأكل الهميستر بتاعي اي الفقر؟ والله العظيم انت اللي جبتننا الفقر والنحس كمان اركم بقى اسكت اسكت عليش خدت الشر وراحت وانت كمان تسكت جايب لي واحدة تجوزها بعيالها وجوزها يا باشا وانا ايش عرفت يعني وانا تجوزت وضا من جنة